منذ أيام لم تغمد كفى عينيها من شدة حماسها للتوجه إلى منزلها في شرق حلب بعدما اضطرت إلى مغادرته مع زوجها قبل أكثر من أربعة أعوام صار أربعة سنين ما شفت بيتي وهلنا عم نشوف يكالطريق كله خراب دمار يا لطيف وعادة حالي بس أشوف بيتي بخير وسلامة لأظل غير تخلي كل العالم تسمع الضرغوطة بيتي بخير وسلامة وإن شاء الله كل العالم يرجعوا كمان بيوتهم بخير وسلامة في الطريق إلى شرق حلب تبرق عينيها كفى وهي تتحدث عن شوقها للعودة إلى منزلها في حي الحيدرية أحد الأحياء الذي تمكن الجيش السوري من السيطرة عليه قبل أيام في إطار هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على كامل الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل المقاتلة ومع وصولها إلى باحة منزلها صدمت كفى بالمشهد الذي رأته وغرورقت عيناها بالدموع مبنى متصدع ونوافذ محطمة زجاج متناثر وأحجارة تسد مدخله الرئيسي أعاقد دخول الزوجين إليه بحيرة وصدمة كانت كفى تنتقل من نافذة إلى أخرى تقف على رؤوس أصابع قدميها لتتمكن من رؤية محتويات منزلها المباثرة فيما زجاج النوافذ متناثر على الأرض وبعد أن مل الزوجان من معينة منزلهما جالا في الحي متفقدين منازل الجيران المدمرة بدورها وقبل مغادرتها الحي رغما عنها لم تجد كفى شيئا تقوله سوى أن كل ما عاشته في هذا المكان أصبح مجرد ذكرى